اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبشوفونا على شاشة القلاة الاولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير اكلة اومي النهاردة معنا المبكبكة المبكبكة دي اكلة من صاميم المطبخ الليبي ولكن انا حبيت اعملها النهاردة على طريقتي بطريقة سهلة وبسيطة ومعروفة ان هي بتتعامل باللحمة او بالدجاج انا هعملها النهاردة بالسجوء فكرة لطيفة عندنا كيلو سجوء نص كيلو سجوء حسب عدد افراد الاسرة ومعنا المكارونة الصغيرة الجميلة هنعملها مبكبكة ازاي وتاخد الطعم المصري الليبي المخلوطين لاتنين بحب حلو الكلام هنشوف نعملها مع بعض ازاي معنا البطاطا الحلوة النهاردة هنعملها البطاطا المقلية بالقرفة والسكر البطاطا غير البطاطس البطاطس احنا نقول عليها المصريين بطاطس اخواننا في الشام يقولوا على البطاطس بطاطا احنا هنا البطاطا بطاطا اللي هي البطاطا الحلوة في منها الحمراء وفي منها اللي بيميل لول السفار شوية والبياض موجودة معانا متأشرة وموجودة من غير تأشير هنشوف نعملها مع بعض ازاي بالقرفة والسكر مقلية حلوة يعني من الاخر هتبقى لطيفة وجميلة والبطاطا غنية بالالياف وبالسكريات الطبيعية اللي 100% وكمان من الضرانيات المفيدة جدا اللي فيها كاربوهدرات ونشويات نيجي بقى الحاجة مهمة اول نهاردة الفول طبقى الفول بتاعنا محصور ما بين فول بزيت الزيتون فول بالزيت الحار فول بالسجوء ولكن فول جرتان فول بالجبنة والبشاميل والاطفال يحبوه اكلة الفول احنا المصريين بنحبها وكل العالم بيحبها وبنحب نبدع فيها فانا جاي على بال النهاردة اعمل الفول بالجبنة مش عايز تولى حضراتكم لان فيه تفاصيل في الحلقة كتير وفيه معلومة غير معلومة اللي بعده معانا طاجين فول بالجبنة والبشاميل حاجة جديدة دي نشوفها نعملها مع بعض ازاي معانا فول مدمس عاملينه في البيت عندنا ومعانا بشاميل جاهز نص كوب من الدين مع الزبدة والحليب طلع البشاميلة واحنا هشتر في عميله ومعانا جبنا موزرلة حالو الكلام تعالوا شوفوا نعمل مع بعض ازاي شوية فول جرتان بالجبنة وحاجة جديدة للأولاد هيحبوها الأولاد بيحبوا الحاجات دي على فكرة والمقادير على الشاشة والفول من الأكلات الموسكة والمدرجة ضمن موسوعة الأغذية الشعبية المصرية مش أنا اللي بقول العالم كله بيقول بيشهد الفول المصري حابة الفول المصري نشوفها كده مدمسينه عندنا في البيت وانصحك تدمسيه على طريقة أمي يقعد خمس ست ساعات على النار ما تيليش ده من مبارح على الوناسة اهو عينيه اهو 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 ايه الحلوة دي اهو حالو ده الفول المدمس هنعمله النهاردة بطريقة جديدة نقول طريقة شبابي احنا يعني الزمن الجميل يحب الفول بالزيت الحار تعرفين زيت الحار اللي هو ايه زيت بزور الكتان او زيت السمسم عارفين زيت السمسم اللي هو ايه اللي هو بيطلع من السمسم او زيت الزيتون الفارق من التلات انواع الزيوت زيت الزيتون بيطلع من الزيتون زيت السمسم بيطلع من بزور السمسم الزيت الحار بيطلع من بزور الكتان ممكن نخلط ما بين التلاتة ممكن زي ما انت عايزك فول بالبيض فول بالقوطة وهكذا تعالوا اعملوا النهاردة بالبشاميل طاصة شديدة الحرارة على النار معانا سكينة مع بصلاية حلوة تتقطع شرايح كده والطاصة بتسخن تعلمنا مشي في المغازي إضافة القليل من الزبدة في حالة تحميل البصلة يساعد على إحمرارها سريعا دون أن تتعرض وتبقى نشفة وما فيهاش طعب دي البصلة تجد الفول معروف عنه بيبقى شوية فيه سبايسي عالوا الكلام ونسأل برضو ضيوفنا وحبيبنا وولادنا إذا حبينا هنأخذ البصل ده كده بتفاصيله دي كده عالوا الكلام مع زيت زيتون مطبخك راي وانت رايقة ووقفة في المطبخ شرب القهوة بتاعتك تسمع الأغنية اللي بتحبيها ده مهم توقف في المطبخ بحب قادي مكعب الزبدة بتاعنا ننزل بالبصلة الحلوة دي كده يلا مع السلامة استنى عليها تاخد لون واللون هيجي معنا بسرعة عشان الزبدة اللي أنا ضايفة بالشكل ده كده التوابل بتاعتي هنا مش نحط بقى كركم ولا الحاجات دي كلها كله أنا هحطه هنا شوية بابريكة حلوين وشوية كمون والملح بتاعي ونقلبهم مع البصلة الحلوة دي كده واصبهم على النار ونشوف اللي بعده معنا الفول المدمس بتاعنا أنا من الناس اللي بيحب الفول مهروس نوس هرسة يعني الفول تبان شخصيته كده وأنا بهرسه حتى لما بروح مطعم وطلب فول يجيني الفول سليم الحبة بحبته زي ده كده اهو بص على الفول اهو من الأكلات الموسكة والمدرجة ضمن موسوعة الأغذية الشعبية المصرية في كل حارة في كل بيت في كل شارع عربية فول بتتكلم مصر واقف عليها راجل شه جدع بيحب شغله يبدع فيه طبق الفول قد الشوية الفول بتاعنا الحلوية حلوة قوي بالشوكة بتاعتنا ونهرسهم كده ايه شوية يعني مش عايزة اهرسه جامد فيه طبق فول انا بحبه كمان لازم تعرفوا الكلام ده الفول ده لما يندرف في الخلاط جامد وينزل على بصلة نعمة وتومة نعمة وقارنفلف الحار لا زي الفول وبعد كده تمام انزل عليهم باتنين بيضة كده ودخلهم الفورد ياولي فول بالبيض على طريقتي بس لازم الفول يتهرس جامد جد في الخلاط اه وفيه ناس مش بتحب قشر الفول بعد ما بتضربه في الخلاط بتصفيه ما عام مشاكل مع الكلون بس سبحان الله ربنا عمل عملية توازن بكوليات يعني كمون الكمون طبعا بيعمل ايه؟ بيعالج المشاكل بتاعة الكلون مع البكوليات اخبار البصلية ايه؟ بص على البصلية اللي بتقول عليها نشفي كده بالله عليك بص على الحلوة بص على الحلوة بص ده بابريكا اللي محتوطة دي غالي هي باينة على الشاشة حمرة بس انا حاطت بابريكا يا مخرجنا يا شاطر يا جميل البصلية هي كده زي الفل هنعمل حاجة لطيفة كده مع بعض هنحط شوية زيت زيتون هنا ونعمل التركية دي مع بعض فين التوم اهو؟ وانا بحط التوم يا عم الشيف بحط شوية بقدونس كده الله عليك شوية التوم مش مطلوب التوم يتحمر هنا في اطباق الفول الشامية العربية اللبنانية السورية مش بيحبوا يحمر التوم بيبقى التوم ظاهر في طبق الفول عشان كده بيقدموا مع طبق الفول جراط الخضرة اللي هو عبارة عن نعناع وفجل وخيار طماطم برطقان جزر بصل شوفت انا بقلب التوم الزي مع البادونس وادخلهم كلهم مع بعضهم كده اهو ده وناخد الخريط بتاعنا الجميل الحلو ده كده الله مصلى عننا تعالا اهو يلا بينا ونقلب شوية طماطم مضربين في الخلاط مش معجون طماطم خلي بالك طماطمية مبشورة ونقلب دول كلهم مع بعض السر في البصلية اللي انا حمرتها في البداية بزبدة بكمون التومة مع البقدونس كل ده مع بعضه خاد الفول في حتة تانية خالص ده هيتقدم ازاي عم الشيف ولادنا خلاص الفول ده مفطومين عليه فعزيننا اقدمه بتراية جديدة ده هدف دلوقت اهو غلوة على النار الله مصلى عننا ونجيب الكسرولة بالتقديم معانا البشاميل بتاعنا اللطيف طبعا الفول فيه توم الطبيعي ان احنا نحط ورقتين نعناق اخدر معانا كده حاجة جديدة وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الاولى والفضائية المصرية الفول جاهز معانا نشيل ده من هنا عشان مدايقة المخرج الله وناخد الفول بتاعنا الحلو ده كده مع البشاميل ده كده ونطبع الاكل بتاعتنا دي كده عشان تعجبك وهي حاجة جديدة واجرى بيها احنا مش هنخسر حاجة وهو طبق جديد معانا البشاميل اللطيف هبارة عندي وحليب وزبدة بشرة جسط الطيب اذا انت حابة ركزة معايا بقى في التركية اللي جاية دي جبنة مزارلة نصها بقى حطها على البشاميل الله الله ايه الحلاوة دي عمش اه نصها بحطها على البشاميل استاذ الرحاف المقادير معلش في حاجة هضيفها امكان مش مكتوبة اتنين بيضة بجود انا انا هنا بدعم طبق الفول بالبروتين الحيواني والبروتين النباتي الله عليك عمشي اذا كان مكتوب اهلا وسهلا واذا ما كانش مكتوب يبقى برضو نكتبه هو اهلا وسهلا هنخفي البيض كده خلي بالك البيض تضيفيه للبشاميل والبشاميل اللي بارد او اتحط البيض على البشاميل اللي هو سخن هيتحول معاك البلح الشام فاكرة البلح الشام بيتعامل ازاي ولا فكرك؟ دي ايه؟ في مية بزيت على النار دي انا اكل كيعة كده متينة زي الكورة نقعد نقلل فيها الغرف لما تبقى نعمة معانا لاخوتها نركينا على جنب ونسيبها تبرد شوية بعدين نضيف البيض واحدة تالو الاخرى ثلاث بيضات لكوبين من الديق مع كوبين من المية ونص كوب من الزيت مع الفانيليا كده قلت وصفة وانا شغال اللي هي وصفة بلح الشام دي جبنا مزارلة مخلوطة بالبيض والبشاميل حطيت راق اهزه اخد نص كمية الفول الله عليك وعلى والديك طبع الفول ده لازم تعمليه لولادك وتقوليه لرأيك فيه للامانة اه حل واخد شوية بشاميل الله ده يخش النار يا مخرجنا حبيبنا البيض هنا له دور كبير جدا بيعمل ايه دور البيض هنا؟ بيجمع الشامل ويلم الشامل ويخليلك صانية الفول بالبشاميل دي عاملة زي صانية اللازانية الله عليك عينية هناخد كمية البشاميل اللي بقية عندي لازم بيض بشاميل جبنا بيض بشاميل جبنا درجة حرط الفرن عند مية وتمانين يا عم الشيف ولازم تقولي دلوقتي قبل ما دخل دي الفرن وانت قعدك كده شطورة حلوة بتتبعي القناة الاولى والفضياء المصرية بتقولي الاسلوجان ده او الجملة دي وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الاولى هندخل ده الفرن يا عم الشيف هنا مش هنحط زعتر بنحط نعناع الزعتر ميمشيش مع الفول نعناع اليابس او النعناع الناشف او النعناع الاخدر بالشكل ده كده وانا عايز الفرن يحمصه حالوا الكلام عشان التوم الله هو اكبر يلا بينا يلا بينا اللهم صلى على النبي طاجن الفول ايه الحلاوة دي والصورة تصبك الحديث من الفرن تعني مليون كلمة يطلع الفول ايه الحلاوة ايه الجمال الصورة تصبك الحديث الله ينور عليك مخرجنا وفرسان التليفزيون المصري الاسدزة المصورين حبيبي اصدقائي ايه الحلاوة دي طبعا انا لصراحة المصورين اللي يكون في عنا مع الرواح الجميلة والحاجات الجميلة اللي في الستوديو ومزاقوا عندهم اللي ايه السبات العملي مش السبات الانفعالي السبات العملي كل واحد في عمله هنا فيه السبات انفعالي سبات عملي مصطلحات كده ملكمش دعوا بقى الشيب بيقولها يعني تكلم لكم بتطلع متبهارة شوي شايفين اللازانة لا مش اللازانة شايفين طاجن الفول الحلوة ده ايه الجمال والحلوة هتلاقي الزبدة طالع على الوش الفول بيتكلم مصري حلو الكلام؟ طيب هلاقيتنا النهاردة بساطة سهولة مرونة قدرنا ان احنا نعمل مطبخ بسيط وسهل ولكن حقوق الطبع لدينا وبس اذا كان في المعطيات او المطلوب او البرهان عملنا المبكبكة بالسجوء عملنا طاجن الفول بالبشامل الجلتان وعملنا البطاطا الحلوة بالسكر والالفع رؤية فم ابداع بتشوفوا كل يوم عشيشة القناة الاولى والفضايا المصرية من ماس بيرو ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة